قلقون بشان انقسام المجتمع الدولي حول اليمن بهذه الكلمات افتتحت دولة السويد رئاستها لمجلس الامن مؤكدة على لسان سفيرها في المجلس ان ملف اليمن من اهم الملفات على طاولة جلسات مجلس الامن القادمة السويد التي بدأت رئاستها الدورية لمجلس الامن هذا الشهر ابدت استعدادها لاستضافة جولة مفاوضات سياسية بين الشرعية وميليشيا الحوثي وقال رئيس مجلس الامن الدولي السفير السويدي اولوف سكول ان السويد في انتظار موافقة الاطراف المعنية بالازمة اليمنية السفير السويدي قال ان بلاده ستكثف من تحركاتها لدعم الجهود الاممية لانجاح تفاهمات سياسية حول مبادرة المبعوث الاممي مارتن غريفث والخاصة بوقف المعارك العسكرية في الحديدة والاشراف الاممي على مينائها وقد اكد رئيس مجلس الامن الجديد خلال مؤتمر صحفي في مقر الامم المتحدة على التقائه بالمبعوث الاممي والتباحث معه بشان السبل حل الازمة اليمنية لكن مصادر دبلماسية اشارت الى ان رغبة السويد باستضافة جولة مفاوضات يمنية اتت بعد لقاء سويدي مع ميليشيا الحوثي في صنعاء التقاء مسؤولا سويدي برئيس المجلس السياسي لميليشيا الحوثي مهد المشاط جعل محللين يشككون في نجاح الدور السويدي القادم حيث عملت كل الادوار الدولية على تدليل الميليشيا بدل اخضاعها لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر